خالد الشقير إذن مرسل القاهرة الإخبارية معنا مباشرة الآن من مرسيلة إذن أحييك خالد نتحدث حول لقاء ماكرون مع بن سلمان وكيف تبدو المناقشات التي تدور فيما بينهما وأهم الملفات التي يمكن أن تناقش نعم حساني بعد التحية وبعد أقل من ساعة تمام التوقيت الواحدة والربع بتوقيت باريس الثانية والربع بتوقيت الفرنسي بتوقيت القاهرة عفوا سيتم استضافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقصر الإليزي على مأدوبة غذاء لفيجارو تحدثت عن غذاء عمل منفرد بين ولي العهد السعودي والرئيس إيمانوال ماكرون وتحدثت عن هذا الرجل القوي وأهمية هذه الزيارة تأتي في أنها زيارة طويلة وبصفة خاصة أن باريس أيضا ستستضيف ميساق عالمي مالي جديد في الثاني والعشرين والثالث والعشرين بالعاصمة الفرنسية باريس من أهم الصحف الفرنسية التي تحدثت عن هذه الزيارة زيارة جريدة لكروة التي تحدثت عن هذه العلاقة الخاصة ما بين الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وولي العهد السعودي والزيارة هي زيارة هامة جدا وأهم الملفات هو الملف الأوكراني تتذكر حساني بأن المملكة العربية السعودية وفي القمة العربية حضر الرئيس الأوكراني زيلينيسكي على متن طائرة فرنسية وهذه النقطة على وجهة التحديد تحدثت عنها الصحف الفرنسية والقنوات الفرنسية كثيرا مثمنة هذه العلاقات الاستراتيجية وأكدت على أن فرنسا كما سعت أن تكون لها حريف في جنوب المتوسط استراتيجي مثل جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط ستبحث عن شريك استراتيجي كبير وتجد في المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي هذا الشريك الذي تحاول من خلاله إيجاد مخرج فرنسا كما تعلم فشلت من خلال الرئيس الفرنسي حساني بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية حاولت إجراء وساطة من خلال الجانب الصيني وهي الآن تحاول إدخال المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الدول العربية المؤثرة في المنطقة لمحاولة إيجاد حل حلة لهذه الأزمة وليس فقط الأزمة الأوكرانية الحقيقة تحدثت الصحف الفرنسية عن مهندس دبلوماسية ووزير الخارجية الفرنسي السابق جون إيف لوردوريون المتواجد في لبنان والتقارب الذي حدث ما بين المملكة العربية السعودية وإيران تحاول فرنسا من خلال تواجد ولي العهد في باريس إيجاد حل حلة للأزمة اللبنانية إذن هو لقاء هام جدا استراتيجيا بالإضافة إلى العلاقات السنائية العلاقات التجارية والاقتصادية وأيضا العلاقات الخاصة بشركات الطاقة آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كانت خاصة بالأمن من خلال مشاركتها في مؤتمر خاص بمحاربة داعش والتطر ماذا عن التوقع بالنسبة لكما تحدثت عن الطاقة أو النفط طبعا السعودية تعتبر من أكثر الدول المتجة للنفط على مستوى العالم وطبعا فرنسا تعاني من نقص في الطاقة بنتيجة الأزمة روسية الأوكرانية كما تحدثنا كثيرا إذن كيف يمكن أن تبدو المناقشات في هذه النقطة بالتحديد خالد الحقيقة هي مشكلة لوجستية وإذا ما قرنت الطاقة التي تعتمد عليها فرنسا كانت فرنسا ليست من الدول التي تعتمد كثيرا على الغاز الروسي نجد أن فرنسا لديها أربعة محطات وهناك محطة خامسة في ميناء لهافر للغاز المسال هي بصورة أو بأخرى تريد إيجاد حل حالة في هذه الأزمة الأوكرانية ليس لصالحها فقط بل لصالح الدول الأوروبية وإنهاء هذا الصراع لأن هذا الصراع سيدخل العالم والرئيس الفرنسي أشار كثيرا إلى هذه النقطة في أزمة غزاء عالمية وأعتقد أن الملتقة أو المنتدى القادمة التي ستستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في ميثاق عالمي جديد في 22 و23 من هذا الشهر وهو ميثاق عالمي مالي جديد يدفع في هذا الاتجاه وهو إيجاد حل سريع للمشاكل الكبيرة جدا يبدو أن فرنسا تريد من منطقة الشرق الأوسط أو دول الخليج العربي أن تجد لديها حليفا استراتيجيا تتفق معه في كثير من وجهات النظر وتحاول إنهاء هذا الصراع بكل طريقة بعد أن فشل الرئيس الفرنسي في إيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة الأوكرانية إذن الأزمة الأوكرانية ما زالت هي التي تتصدر والصحف الفرنسية أكدت على أن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي اتخذت موقفا موحدا وهو موقف الحياد تجاه كل من روسيا وأوكرانيا فرنسا تحاول جذب الدول العربية إلى هذه النقطة وهي نقطة التحالف مع أوكرانيا وكانت هناك استجابة بحضور رئيس زيلينيسكي في آخر قمة عربية في المملكة العربية السعودية إذن هي زيارة تاريخية ومهمة الحقيقة تثمنها فرنسا والسلطات الفرنسية وأيضا الصحافة الفرنسية انفتاحا يبدو أنه أيضا في الأفق ما بين الجانب الفرنسي والدول العربية ككل ليس فقط في ناحية التجارية لكن في ناحية السياسية أيضا لفتح كل ملفات أو حتى حل كل ملفات العليقة ما بين الدول الغربية التي نراها الآن أشكرك من مارسيليا خالد شقير مراسل قهر الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا خالد